الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعي من القضية الفلسطينية المصريون في الداخل يواصلون اليوم التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومصر تؤكد ان الارتقاء باوضاع حقوق الانسان في القارة الافريقية يستلزم رؤية واضحة السبعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينت شمو جازون اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمتمسك بالتوصل الى حل عادل وشامل يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينية تجاه مسار التسوية السياسية من جانبي اعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الاصعيدة سعيا لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية يوصل المصريون اليوم التسويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتستأنف اللجان عملها مرة اخرى في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد ان اشرف القضاط ورؤساء اللجان على عملية اغلاق صناديق التسويت بالاقفال الكودية المؤمنة عقب انتهاء اليوم الثاني من التسويت واقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها قال ان الهيئة لم تصدر اي قرار بمد التسويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليوم الرابع مشيرا في اتصال هاتفي الاكسرا نيوزا اقبال المصريين على الاستفتاء كان لافتا جدا صحة لما تردد من ان هناك مد للتسويت اليوم الرابع وهو من الشائعات التي يطلقها كاره هذا الوطن الذين يريدون ان يشويه صورة الاستفتاء وصورة الوطن باي طريقة يحاولون الحقيقة يحاولون ان يستدعجوا المواطن حتى يتكاثل على اداء واجبه وان كان زخم وتوافد وازحام المواطنين امام الدجان منذ اللحظة الأولى رد على كاره هذا الوطن فيما يبسطونه من شائعات لما لا صحة لما يتردد من ان هناك مد مد اليوم الرابع ولم تتناول هيئة الوطنية الان هذه الشائعة اطلاقا اكدت مصر ان الارتقاء باوضاع حقوق الانسان في القارة الافريقية يستلزم رؤية واضحة من جانب الحكومات والمجتمع المدني على السواء بسئوليات وواجبات كل طرف وفي بيانها الذي ألقاهم ممثلها امام الجلسة الافتتاحية لمنتدى المنظمات غير الحكومية على اهم شدر الرابعة والستين للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في شرم الشيخ رحبت مصر بجميع ممثل منظمات المجتمع المدني المشاركين وتطلعها الى ان يتيح او ان تتيح النقاشات في اطار المنتدى فرصة لتبادل الرؤى والخبرات والدروس المستفادة وان تسفر عن بلورة افكار وخطوات عملية تساهم في تعزيز اوضاع حقوق الانسان في القارة الافريقية مشيرة الى ان حقوق الانسان غير قابلة لتجزئة وتعزز بعضها البعض قالت صحيفة واشنطن بوستن وزير الخارجية الامريكي ماب بومبيو سيعلن اليوم عدم تجديد العفاءات للدول التي تم استثناؤها من العقوبات المفروضة على ايران وبحسب الصحيفة الامريكية فقد قررت واشنطن ايصال توريد النفط الايراني الى صفرة لتشدد الخناق اكثر على النظام الايراني بعد الغاء الاتفاق النووي الذي ابرمته قوان غربية مع طهران في حين دخل تصنيف الولايات المتحدة الامريكية لحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابية دخل حيزة تنفيذ في ابريل الجاري ارتفع عدد الاشخاص الذين قتلوا في سلسلة الانفجارات المميتة التي ضربت سريلانكا الى 290 شخصا اضافة الى 500 مصاب في غضون ذلك اعلنت الشرطة السريلانكية تفكيك قنبلة محلية الصنع مزروعة في طريق الرئيس المؤدي الى محطة الركاب الرئيسية في مطار كولومبو في مؤشر على استمرار التهديدات الامنية عقب سلسلة التفكيرات التي استهدفت البلاد امس نهاية الموجز لمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا الاخباري اكسترانيوز تي في شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في امان الله اشتركوا في القناة